في المنا النهاردة بيحكي عن بنت صغيرة بتتخطف عن طريقات المتسلسل بيستخدم فتحة الصرف الصحي عشان يخطف ضحاياه ويهرب بيهم للمقر بتاعه ويقتلهم وبتحاول أختها الكبيرة تنقذها قبل فوات الأوان يا طارها يحصل ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض بيبدأ ملخصنا مع بنت اسمها سنغ رجع البيت بالليل وهي بتكلم أبوها في التليفون وفجأة النور في الشارع بيبدأ يطفي بتخاف سنغ وبتحس كأن في حد وراها وبيرقبها فبتجري وفجأة حد بيشدها من فتحة المجاري وبتختفي وبياخدها المجرم واللي اسم تشول وبيقصلها شعرها وبتترجاء إنه يسيبها ومش هتقول لحد لكن تشول بيقول لها إن ده بقى بيتك خلاص وهتفضلي معايا ونروح لسو شونغ بنت صغيرة خرصة عايشة مع أختها الكبيرة وفي يوم سيو شونغ وهي رجع من الشغل بتلاقي أختها الصغيرة سو قاعدة مستنياها في موقف البساط فبتتعصب وبتزعق لها وبتقول لها زي تخرج في وقت متأخر زي ده وبتفتكر وهم صغيرين أمها لما ضربتها في مرة علشان سايبة أختها لوحدها في البيت وكانت تعبانة ودخلت المستشفى وبعدين أمها حاولت رضيعة فدتها الخاتم بتاعها اللي كانت بتحبه وبتقول لها إنه حلوة في قديها فبتقول سيولو أختها إنها بتحبها وإنها مش متضايقة منها عشان بتكرهها لكنها بتخاف عليها علشان هي الكبيرة ولازم تعتني بيها وفجأة نور الشارع بيبدأ ينطفي وبتحس سيولو الشارع مخيف فبتاخد أختها وبتمشي بسرعة لكن اللي ما تعرفوش إن المجرم بيكون مرائب الشارع بكاميرات أصلا وبتنتشر أخبار عن اختفاء بنات كتير حوالي عشر حالات خلال الست شهور اللي فاتوا بس في منطقة جاكبوك لكن الشرطة اعتبرتهم حالات هروب من المنازل ومش بتاخد الموضوع على محمل الجد وبيبدأ أبو البنت اللي اختفت ينشر صورها في كل مكان ويطلب بني الناس تساعده لو شافوها إنهم يتصلوا بيه لكن ما حدش بيكون مهتمة أوي وبيعد المجرم من جنبه وبياخد منه ورقة وبياخدها يعلقها عنده جنب باقي صور البنات اللي خطفهم ونيجي لعد ملات سيو جونغ وأختها الصغيرة بتحتفل بيها وبتكتب لها رسالة بتقول لها فيها قد إيه هي بتحبها وهتسمع كلامها دايما وبياخد المجرم كيك علشان تحتفل البنت اللي خطفها سونغ بعد ملاتها وهو بيولع الشمع بيفتكر أبوه لما ولع في بيتهم وحرق أمه وإخواته وساعتها أمه هربته عن طريق المجاري وكلهم ماتوا وهو الوحيد اللي نجي وبيقول لها أنا مش عارف الناس بيحبوا يدفو شمع في عيد ملاتهم ليه لكن البنت بتعصبه وبتقوله إن أبوها بيحبها ومش هيسبها أبدا غير لما يلاقيها فبيقول لها إحنا هنعيش مع بعض هنا للأبد وبنعرف مع بعض من الصور اللي بيلزقها تشول على الحيط إن المجرم السايكو ده بيخطف كل البنات دي عشان يعمل لنفسه علم تاني بعد اللي أبو عمله والعقدة النفسية اللي سببها له بعد ما حارق عيلته كلها وبيروح أبوها كيمسونغي المركز الشرطة وبيقول لهم إزاي ما لقيتوش بنتي لحد دلوقتي دي بقالها عشر تيام مختفية الزابط بيطلب منه يهدى وبيقوله إحنا دورنا في الكاميرات مش لقيين أي حاجة لكن بيزعق فيهم وساعتها بيجيلوا زابط تاني وبيقوله بلاش تعمل فوضى لكنه بيتفاجئ لما بيلاقيه صاحبه أصلا وبيروح معاه البيت وبيقوله مفيش داعي تدور بنفسك إحنا بنعمل اللي علينا إحنا عارفين إنك كنت زابط بس لازم تهدى وبيفضل الزابط يشرب وبيحط له كيم منوم لحد ما بينام وأبوها بياخد منه تسديلات الكاميرات وبيفضل طول الليل يتفرج عليها عشان يوصل لأي حاجة وبيصحى الزابط الصبح وبيلاقي ملفات القضية كلها متعلقة على الحيط وكيم مختفي وكمان بيلاقي المسدس بتاعه مش موجود وبيرجع بسرعة المركز وبيسألهم لو كيم سنغى أبو الضحية جاه يسأل على بنته لكن بيقولوله إنه مجلناش النهاردة وبيتصل به كتير لأن الحاجات اللي خدها ممكن تودي في دهية لكن تليفونه بيكون مقفول وتاني يوم بييجي شكوى للمركز إنه فيه عطل في الكاميرات اللي في الشارع وبيروح زابط علشان يشوف المشكلة ايه لكن بيتفاجئ بسلك غريب متوصل بصندوق الكهرباء والسلك واصل لحد فتحة المجاري وبيلاقي على الفتحة شعر طويل وواضح إنه شعر بنت فبيطلب المساعدة عشان يشيل غطى الفتحة دي وبينزل فيها يشوف فيه ايه بالزبط لكن تشول طبعا بيرأي بكل حاجة وبينزل الزابط يدور في المكان ولما بيقرب للمكان اللي فيه مقر تشول بيكون عامله شبكة من السلوك بيوقعوا فيها زي العنكبوت وبيقتله وبيتصل الزابط اللي كان معكين بصحبه وبيديه رقم عربية كيمة علشان يتعقبه ويلقيه وبيلبس تشول لبس الزابط اللي قتله وبياخد الدراجة بتاعته بيرح يدور على ضحية تانية وبالصدفة بيشوف بنت بتتخانق مع حبيبها وهو بيضربها في الشارع وبيشوف دراجة الزابط وبيفكرها الشرطة فبيسيبها وبيمشي وهنا تشول بيستغل الفرصة وبيضربها علشان ياخدها وفي الوقت ده بيرح كيمة ابو الضحية يرأي بالمكان اللي بنته تخطفت منه وهي رجعة وبيشوف سو هي ماشية في الشارع وبتكون واخدة معها شمسية عشان الجو هيمطر وبتستنى أختها على المحطة وبتكون شرية معها شوكولاتة وبيشوفها كيمة وبيفكرها بنته فبيمشي وراها وبالغلط كانها يخبطها بالعربية فبتقى علبة الشوكولاتة بعيد عنها وبتروح تجيبها لكنها بتتفاجئ بالمجرم وهو بيسحب البنت في الشارع وبتشهد على الجريمة وتشول ما بيشوفهاش لكن أخت سو بتتصل بيها فبيسمع التليفون وبيشوفها وهي وقفة بتبص عليه فبيرم جثة الضحية في فتحة المجاري وبيروح علشان يمسك سو فبتطلع تجري وكم بيشوفها فبيروح وراها بسرعة وبتستخبف شارع وأختها بتتصل بيها وبتفتح الكاميرا عشان تقول لها أنها في خطر لكن تشول عشان حافز الشوارع أكتر منها فبيمسكها وأختها بتنزل من البس بسرعة عشان تنزل تدور عليها وبتتصل بالشرطة وبتقول لهم وهي بتكلم أختها فجأة لاتصال تقطع وحسة أن أختها في خطر لكن كالعادة الشرطة مش بتهتم وبيقول لها روحي أقرب مركز شرطة ليكي وهناك نتكلم وبيقفلوا السكة فبتتعقب سو تليفون أختها عن طريق الموقع جي بي اس فبيوديها عندي مبنى قديم مهجور وبتشوف صورة هيلة متعلقة على الحيطة وبنعرف مع بعض أن دا كان بيت تشول اللي عالته أصلاً اتحرقت فيه وبياخد تشول سو يرميها في أوضع والضحية بيحطها في بنيو وبيلفها بأكياس ولما بتحاول تقومه بيدربها فبتتصل سيو على تليفون أختها كذا مرة لحد ما بتلاقي صوت تليفونها جاي من فتحة موجودة في البيت بتوصل للمجاري تحت فبتنزل سيو من الفتحة وبتلاقي تليفون أختها على الأرض وتشول بيسمعها وهي نزلة وبياخد الجسة يخبيها والمكان عبارة عن قوت كتير بأبواب حديد ومجرد ما بتدخل سيو من البوابة بتتقفل وراها ومش بترد تتفتح فبتشغل كشف تليفونها عشان تشوف هي فين لكنها بتسمع صوت راجل بيصفر فبتستخبف فتحة في الحيطة وهنا بتشوف جسة البنت وتشل رميها على الأرض فبتحاول البنت تمد إيديها وتقول لها سعديني لكن تشل بيشدها وبيرجع تاني يشوف الجسة كانت بتقول لي مين سعديني لكن بتكون سيو طلعت من المكان اللي كانت مستخبية فيه بسرعة وبيشوف الزابط صاحب كيم عربية كيم فبيروح بسرعة علشان يشوفه فين لكن بيلقى العربية فضية فبيتصل بالزابط المسؤول وبيقوله إن عربية كيم مركونة في الشارع لكن كيم مش موجود وإنه حاسس إن فيه حاجة غلط لكن كالعادة ما بيهتمش وبيقوله أنا مش همش وراء أحساس يمكن ركن عربيته ونزل لأي مكان يشرب وبيقفل السكة في وشه وفي الوقت ده كيم بيكون هو كمان نزل من فتحة المجاري وبيفضل ماشي لحد ما بيوصل لمكان رحته بتكون وحشة جدا وأول ما بيقرب بيلقي حفرة كبيرة مليانة جسس فبيتصل على صاحبه اللي بيتجنن أول ما بيلاقيه بيرند وبيقوله مسدسي فين انت هتوديني في دهية فبيحاول كيم يقوله على الفتحة والجسس اللي شفها لكن الشبكة بتكون وحشة وما بيسمعش منه أي حاجة غير وهو بيقوله كاميرات المرأبة والخط بيفصل فبيقعد يفكر مع نفسه كاميرات إيه اللي يقصدها وبعدين بيرجع المركز بسرعة وبيقولهم عاوزة طالع على كاميرات المرأبة وبيشوفها فعلا وبيلاقي الضابط اللي كان بيصلح الكاميرات نازل من الفتحة وما طلعش تاني فبينزل كيم المكان اللي فيه الجسس وبيقعد يدور فيهم يمكن يلاقي جسد بنته وبتحاول سيو تستخبه من المجرم تشول اللي بيكون شاكك انه فيه حد في المكان فبتستخبه في مكان كله مية وبتغتص فيه وللأسف تليفونها بيبوز فبتفوق سوه بتلاقي نفسها مرمية على الأرض وفجأة بيهجم عليها طفل صغير مربوط بالسلازل وبيشد منها علبة الشوكولاتة اللي في اديها وبيوقعها وبيعوار نفسه وبيكون واضح عليه النجعين فبتلمسو الشوكولاتة وبتدلو ياكل لكن تشول بيوصل وبيضربها وبيخنقها عشان اديته أكل وبيتصل الزابة الثاني بالقائد بتاعه وبيقوله ان كيم مختفي وانهم لازم يحققوا علشان المشتبه في حر ولازم يتمسك وانه محتاج دعم علشان ينزلوا الفتحات يدوروا فيها لكن القائد بيشوف ان دي مضيعة للوقت وبيقوله ما تدورش في حاجة القضية تأثلت فبيربط تشول سوه وبينام وبتقدر انها تقطع السلك اللي رابطها به وهي بتهرب بتلاقي صاحي فبيقول لها شكلك زه أنا وبيهد الحد ثلاثة وبتطلع سو تجري فبيفك تشول الولد الصغير وبيقوله يلا وبيقوله يلا عشان نرجعها وبياخد الموضوع لعبة فبتجري سوه بتشوفها اختها فتحة من فوق فبتفضل تنادي عليها لكنها طبعا ما بتسمعش فمش بتنتبه لاختها لكن بيشوفها الولد الصغير فبتكسر اختها الفتحة وبتطلع تجري علشان تلاقيها وفي الوقت ده سوه هي بتجري بتلاقي كين في وشها فبتفكر المجرم فبتجري منه فبيحاول يقولها تستنى وانه هيساعدها لكن علشان هي مش بتسمع برضو مش بتنتبه له وهي بتجري فجأة اختها بتلاقيها وبتقول لها لازم يخرجوا من هنا فبيفكروا هيطلعوا ازاي فبيسمعوا صوت قطر وبيمشوا ورا الصوت لحد المحطة لكن محدش بيسمعهم وبيحاول يكسروا الشبكة علشان يعدوا الجهة التانية بس برضو ما بيقدروش وفي الوقت ده الزابط بيكون ماستسلمش زي ما القائد طلب منه وبياخد زميله وبيفكروا يدخلوا الفتحة دي ازاي وبيحققوا في الموضوع لكنهم فجأة بيسمعوا صوت جاي من الفتحة وبيلقوها البنت اللي كان ضربها تشول وبتقول لهم سعدوني وبيطلعوها وبيحطوها في عربية الشرطة وبيطلبوا الدعم من الاسعاف لكن الزابط بيقرر انه مش هيستنى وهينزل بنفسه من الفتحة وبيسيبوا البنت في العربية وزميله بيوقف يستنى فوق فبتفضل البنت تصرح وتقول ما حدش ينزل هنا لكن فجأة تشول بيدرب الزابط اللي هو وقف فوق وبيرميه من الفتحة وبيطلع لها وبيكسر ازاز العربية وبيضربها وبياخدها يرميها في حفرة الجزس تاني فبتدور سوء اختها على فتحة تانية بتوصل لموقف عربيات فبتنجح الاخت الكبيرة انها تفتحها وبتطلع فوقه وبتمد ايديها علشان تاخد اختها لكن تشول بيلاقيهم وبياخد اختها الصغيرة تاني وبيشدها تحت فبتبدل سوء تصرخ وتلفة على البيوت ان حد ينقذهم لكن محدش بيعبرها وكله بيقفل الشبابيك وكأنه مفيش حاجة فبتقرر انها تنقذ اختها بنفسها وبتاخد معها حديدة وبتنزل من الفتحة تاني عشان تدور عليهم لكن تشول بيكون مستنيها فبيخطفها وبيحطها هي واختها في قودة حديد وبيقفل عليهم وبعدين بتلاقي سيو والاعة مرمية وسط حاجة قديمة فبتاخدها وبتستخبها هي واختها وردوا لب حديد قديم وبيدخلوا تشول علشان يدور عليهم مش بيلاقيهم فبيتعصب جدا وفجأة بتزوق هي واختها الدولة فوقه وبيطلعوا يجروا لكنه بيقدر يمسك رجلي سيو فبتصرخوا بتقول لأختها الصغير اهربينتي بسرعة فبتطلع أختها تجري لكنه بيؤمر الولد الصغير يجري وراها وفعلا بيطلع وراها زي ما بيطلب منه وهنا بتلاقي سيو مسدس على الارض وبتضرب به تشول لكنه بيكون مسدس كهرباء فبيغمى عليه وبتجري منه وبيروح تشول يفتح الكاميرات علشان يشوفهم فين ولازم هنا نعرف ان تشول لما بيفتح الكاميرات بيشغلوا النور اللي في المجاري ولما بيعرف مكان ضحيته فين بيلبس نظارة فيها أشعة تحت الحمرة وبيطفن نور علشان الضحية ما تشوفش هي بتجري فين وبكده بيقدر انه يمسكهم والولد بيلاقي الأخت الصغيرة لكن بيكون معها قطعة شوكولاتة فبتدهلوا وبتكلموا بالإشارة فيما معناه ان دي آخر قطعة معاها وبتترجاء انه يساعدها لكن الولد بيكون خايف من تشول لانه أكيد شايفه فبياخدها من إيديها علشان يرجعها وبتفتح سيو الولاعة اللي معها علشان تشوف هي مشيفين والولد ما بيكونش واخدها علشان يأذيها لكنه بياخدها علشان يوريها الكاميرات وتقدر تشوف مكان تشول فين وكمان مكان أختها فبتشوف أختها سيو وهي بتقرب من فخ السلوك اللي عمله زي اللي قتل فيه الزابط قبل كده وبتفضل تصرخ مش عارفة تعمل ايه وبتشوف تشول وراء أختها ومعها حديدة خلاص هيقتلها فالولد بيشغل إضاءة المكان كله في آخر لحظة وساعتها النظارة اللي لابسها تشول بتحرق عينه وبتشوف هي سيو فبتطلع تجري وبيسمع كم صورة تشول ويسيو وبيكسر تشول كل اللمبات القريبة منه فبيمشي كم لحد ما بيوصل للأوضة اللي معلق فيها تشول صور البنات اللي خطفهم وبيشوف صورة بنته متعلقة وفجأة بيتصدم لما بيشوف جثة متعلقة في السقف وملفوفة ببلاستيك فبيقرب منها وهو خايف تطلع صنغ وبيقطع الكس من على وشها وبيلاقيها صنغ بنته وميتة فبينهار كيم وبيقعد عاية وبينزل بصت بنته وبيفضل يقول لها سمحيني وبيقطع في الصور اللي معلقها تشول وبيكسر في المكان لكن بالصدفة بيشوف في شاشة نص مكسورة كده تشول وهو بيكسر في اللمبات فبيبقى عاوز ينتقم منه بعد اللي عمله في بنته وبياخد الولد الصغير البنته وبيوديها عنده أختها لأنه حافظ المكان لكن فجأة بيظهر تشول وبيشوفهم والولد بيخاف منه جدا وبيحاول يقتلهم لكن الحديدة اللي في اديه بتتعلق منه في أمبه بتغيز فبيشدها تشول ولستها يضرب الأختين فبيظهر كيم أبو سيونغ فبتاخد سيو أختها والولد الصغير وراهم وبيطلعوا يجروا علشان يهربوا هنا تشول بيحاول يقتل كيم بالحديدة اللي في ايده لكن كيم بيضربه طلقة بس بتيجي في بطنه وبيحاول يضربه تاني بالمسدس لكن تشول بيوقع المسدس من ايده فبيقرر كيم يضربه وبيقوله قتلت بنتي ليه وتشول بيقوله علشان كذبت علي وقالتلي أن أبوها هيجي ينقذها ومجاش يعني أنت اللي قتلت بنتك مش أنا هنا بيتشتت كيم وبيقدر تشول يسحب الحديدة ويدربه بها على دماغه وبيقع كيم على الأرض وبيسحب المسدس تاني ويدرب طلقتين في أمبه بالغاز وبيحاول تشول يمنعه لكن كيم بيدرب آخر طلقة في الغاز فالمكان كله بيتحرق لكن بيقدر تشول يهرب ويرجع للمقر بتاعه وبيحقن نفسه بحقنة علشان تسكن الألم لكن الزابط بيطلع من المجاري بسرعة وبيقولهم اتصلوا بالنجدة والولد الصغير بينقل سي وأختها وبيوصلهم لحد البوابة لكنها بتكون مقفولة وبيطلع المفاتيح اللي معاه وبيفتح لهم البوابة وسي بتقوله أختها لازم نطلع بسرعة من هنا لحسن يرجع تاني لكن أختها بتقول لها لازم ناخد الولد معانا وبتحاول تشد ايديها علشان يخرج معاها لكن الولد بيرفض فبتعيد كتير وبتقوله انها بتشكر على مساعدتهم وبتقوله انها هترجع علشانه تاني وهتخرجه من هنا وبيقفل البوابة وراهم وبتطلع سي السلم علشان تعد من الفتحة وأختها وراها وبتمد ايديها لها علشان تطلع لكن أختها بتفضل تصرخ وتشور لها لكن سي مش بتفهم أختها عوزة إغر في آخر لحظة وبتبص سي وراها وبتلاقي تشولها يضربها بالكرسي وبتبعد سي بسرعة وبيضربها على الأرض وأختها من الخضة بتقع من على السلم تح والولد بيشوفها على الأرض مغمى عليها وبيحاول يفتح البوابة تاني لكن المفاتح بتكون واقع منه وفجأة بيدرب تشول أختها وبيرمها تحت ليها وبيفضل الولد يصرخ عاوز يفتح البوابة لسو بأي طريقة وشايف تشول نازل من على السلم ليهم هيقتلهم وبيحاول تشول يضرب سي قدامها لكن سو بتفضل تصرخ علشان يسيب أختها فبيرح له وهي وقفة جنب البوابة وبيقول لها الموضوع هيبقى قاسي وبيحاول يضربها بالحديدة لكن الولد بيمد قديم من فتحة البوابة وبيدافع عن سو فالضربة بتيجا على دراعه وبيحاول يضربها تاني لكن أختها الكبيرة بترمي نفسها عليها وبتاخد الضربة مكانها وبيشد سي ويرميها على الأرض علشان يكمل ضرب فيها فبتصرخ سو بتحاول تقرب علشان تحم أختها لكن الولد بيمسكها من ورى البوابة علشان تشول ما يقتلهاش ومن كتر مصرخ البنت الصغيرة أزعجه بيلف علشان يضربها لكن سيو بتكون لسا فيئة وبتطلع الولاعة اللي كانت معاها وبتشوف بنزين على الأرض فبيحاول يجرع عليها بسرعة لكنها بتولع في الأرض والنر بتمسك فيه وبنعرف هنا إن كيملس عايش وبيوصل بسرعة وبيلاقي المفاتيح وبيفتح البوابة علشان ينقذ البنت الصغيرة لكن أختها مش بيلحقها وبتموت في الحريق وبتوصل الشرطة والإسعاف وبيلاقي كيم خاتم سيو على الأرض فبيديه لأختها الصغيرة وهي مسكاه بتفتكر وهي صغيرة ولما وصلت المدرسة في يوم لقت أختها أعدل وحدها في الفصل وبتتعلم لغة الإشارة مخصوص على شنها وبيحضنها كيمو بتقعط عيط وأثناء تحقيق الشرطة بيلقوا جسس لناس ميتين ومحروقين وتشلم قاعدهم على ترابيزة أكل كأنهم علتوا وفي المشهد الأخير من قصتنا بنشوف كيم في المجاري تاني وده معناه إنه لسه ما متش وبكده قصتنا انتهت نشوفكم إن شاء الله في ملخص جديده وسلام